اعلنت غرفة العمليات المجتركة لعملية الامن الدائم في بيان النهاية العملية التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وقوى الامن الداخلي في مخيم الهولا محيطه شمال شرق سوريا مشيرة الاعتقال عشرات الارهابيين والاستحواذ على كمية كبيرة من الاسلحة بعد سبعة ايام من العمليات في مخيم الهولا محيطه شمال شرق سوريا اعلنت غرفة العمليات المشتركة لعملية الامن الدائم في بيان نهاية العملية التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وقوى الامن الداخلي وبحسب البيان فقد نفذت القوات المشاركة في العملية البالغة اعدادها خمسة الاف مقاتل ومقاتلة عمليات تمشيط وتفتيش واسعة النطاق شملت اكثر من مئتي قرية بما فيها مسافة سبعين كيلو مترا في مناطق الريف الجنوبي والشمالي لمدينة الهول وكذلك مخيمه الى جانب العمليات الامنية الدقيقة التي استهدفت اوكار خلايا تنظيم داعش الارهابي في المناطق المذكورة البيان اضاف ان قوات العملية داهمت اكثر من ستين موقعا ومخبأ لخلايا التنظيم الارهابي داخل وخارج مناطق التمشيط في الهول وتل حميس وريف تلكوتشر العربية وشرق مدينة الحسكة وشدد البيان على وجوب تنفيذ العملية لضمان الامن وحماية حياة القاطنين في المخيم ومنع داعش من الوصول اليه بما يسهم في نجاح الكفاح المشترك ضد التنظيم الارهابي الى جانب عمليات التفتيش اجرت القوات عملية احصاء وتدقيق في سجلات القاطنين وازالة المخالفات فيما يخص تقديم الاسماء والهويات غير الحقيقية وكشف البيان عن حصيلة العملية التي اسفرت عن القاء القبض على 79 عنصرا من خلايا تنظيم داعش الارهابي والاستحواذ على كمية كبيرة من الاسلحة ومصادرة العديد من الاجهزة الالكترونية بالاضافة الى التحقيق مع 17 امرأة تورطنا خلال الفترة الماضية باعمال تعذيب وتقديم المساعدة للخلايا الارهابية واشار البيان الى تأجيل العملية عدة مرات بسبب هجمات الاحتلال التركي المتكررة قبل العملية وخلالها وكان واضحا حسب وصف البيان ان تلك الهجمات الصريحة كانت تهدف الى عرقلة العملية لاجندات خاصة بالاحتلال التركي ودع البيان المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه القاطنين في مخيم الهول وتقديم الدعم الكافي للقوات الامنية والمؤسسات الخدمية والادارية في مناطق شمال وشرق سوريا بما يضمن تأمين جميع الاحتياجات بعيدا عن التسييس والانماط التقليدية في التعامل مع النازحين والمهجرين في المنطقة ينضم الينا من شمال الشرق سوريا العقيد قهرمان مراد القيادة العامة لقوى الامن الداخلي لمقاطعة الجزيرة اهلا بك سيد قهرمان اذا نتحدث عن اعلان قوات سوريا الديمقراطية انتهاء عملية الامن الدائم هل حققت هذه العملية الاهداف التي وضعتها مساء الخير نحب بكم في ظل عمل قواتنا المستمر في مكافحة الارهاب وتطهير القرى في الحسكة وخصوصا منطقة الهول والمخيم من خلايا الارهابين والمطلوبين والذين يتعاونون معهم ومساعدتهم للتنفيذ الاجمات المعادية لقد حققت غفة عمليات الامن الدائم في منطقة الهول ومناطق قريبة من الهول جميع المطلوبين التي كانت امام هذه القوات اطلعتنا على تفاصيل اكثر حول النتائج التي حققتها هذه العملية على مدار سبعة ايام كما ذكرت في اول اللقاع انه على مدار سبعة ايام جرت قوات الارهابين في قرفة عمليات الامن الدائم وبمشاركة قوات سولادية وقوات الامن الداخلي ووحدات حماية المرأة وقوات المرأة في القوى الامن الداخلي على حيات التمشيط والتفتيش الواسع في المنطقة فقد تم التمشيط اكثر من مئتين قرية وعلى مسافة سبعين قرية من الحدود العراقية وقد دهمت قواتنا اوكار الارهابين اكثر من ستين موقعا وتم القبض على سبعة وتسعة وسبعون مرتزقا بالاضافة الى التحقيق مع سبعة عشر امرأة المتورطين خلال الفتر الماضي باعمال التعذيب وتقديم المساعدة للخلايا الارهابية طيب عقيد غهرمان هؤلاء التسعة وسبعين الذين تم القبض عليهم هل هم ما زالوا قيد التهم ام انهم مطلوبون فعلا يعني ممكن الافراج عن بعضهم لاحقا بحسب التحقيقات محتمل بعد التحقيقات يتبين في قسم منهم مرتبطين مع خلايا الارهابية وفي قسم الثاني محتمل يكون هؤلاء يقوم بمساعدتهم في الفترة الماضية طيب لو تحدثنا عن اهمية هكذا عملية اليوم في ظل الظروف الراهنة التي تحيط بسوريا وبالمطقة منذ سقوط باغوس الى الان تقوم الخلايا الارهابية من الحين والاخر بتنفيذ هجمات متواصلة على المنطقة اذا تسنى لهم من اجل ذلك قامت هذه العملية للقضاء على الخلايا النائبة والكشف عن مخابئهم والاسلحة الموجودة معهم طيب دائما هناك عمليات امنية لملاحقة خلايا داعش سواء في مخيم الهول او مدينة الهول ومحيطها لماذا دائما هناك يتم الكشف عن انفاق جديدة او القبض على الرهابيين جدد والاستيلاء على اسلحة في كل عملية ماذا يدل ذلك سيد قهرمان في الفترة الاخيرة في الشرق الاوسط هناك حروب وكذلك هناك انتخابات امريكية وجميع الحركات الموجودة الارهابية الموجودة في المنطقة الشرق الاوسط تقوم من حين الاخر الهجوم على المنطقة ان كان في سوريا ان كان في العراق لكي تقول اننا موجودين ولدينا قوة ونحن موجودين على الارض فمن حين ولا الاخر يقومون بهذه العمليات طيب اليوم هذه العملية عملية الامن الدام هل تعد هي الاكبر والاهم نظرا لعديد القوات المشاركة نتحدث البيان عن خمسة الاف مقاتل شاركوا في هذه العملية وعلى مساحة واسعة تم تمشيط اكثر من مئتين قرية هل تعاد العملية هي الاكبر والاهم بالنسبة للعمليات السابقة نعم لأن القوات العملية ازهرت الاحترافية والمسؤولية العالية في العمليات التبتيش والملاحقة لحماية الاهالي المنطقة والذين ابدوا كل الاحترام والتعاون مع القوات الموجودة في المنطقة طيب لو سألنا عن دور التحارف الدولي في هكذا عمليات امنية سيد قهرمان على ماذا يقوم دور التحارف الدولي قوات التحارف الدولي موجودة منذ الايام الاولى من وجود داعش ان كان في العراق وان كان في سوريا فهي على عاتقها حماية السماء وحماية المنطقة عفوا مساندة القوات الموجودة على الارض ودعمها اللوجستي الموجودة في المنطقة طيب هل هناك عمليات ستكون في المستقبل شبيهة لهذه العمليات الامنية والله حسب الظروف يعني ليس هناك لدى القوى الامن وقيادة قسد نتحدث عن خطط او تجزئة العمليات الامنية هذا في عالم الغيب طيب لو سألنا ايضا لا بد ان نسأل بالامس كان هناك تفجير سيارة في الحسكة تم الكشف عنها من خلال البيان لقوى الامن فقدان مقاتلي لحياتهم من خلال تفجير هذه السيارة كيف ما هي التفاصيل والتطورات لهذه العملية هل من تحديثات لهذا التفجير في ظل عمل قواتنا المستقبلة كافحة الارهاب وتطهير القرى قرى ريف الحسكة وخصوصا منطقة الهول والمخيم من خلايا الارهابيين المطلوبين والذين يتم تعاونهم معهم ومساعدتهم بتلفيذ الهجارات في الامس تم تفجير السيارة النوع الارهابي التالي على دار الجرحة استشهد فيها سلاسة رفاق اثنان منهم كانوا من الجرحة جرحة من أعضاء القوى السورية الديمقراطية الذين أصيبوا في المعارك ضد التنظيم الداعش الارهابي بإضافة إلى سائقهم هل يمكن ربط تفجير هذه السيارة والسدافة للمقاتلين بعملية الأمن الدائم هل لها صلة يعني يعني مثل ما قلتلك بعض السقوط باغوس لحد الآن تقوم الخلايا الارهابية من الحين والآخر إن كان في دير الزور وإن كان في الشدادية يعني في جميع المناطق إذا تسنن لهم لهم الوقت يقوم هجوم من الحين والآخر هل أفهم من حديثك أن خلايا داعشية من زرعت هكذا عبوة بهذه السيارة أما زالت تحقيقات جارية؟ إن قواتنا تتواصل تحقيقاتها المكسفة لكشف عن الفاعلين وتقديم العدالة إن مثل هذا العمل الإرهابي لن يسنع عزيمة قواتنا في مواصلة جهود المكافحة للإرهاب لأننا أبناء هذه المنطقة وهذه منطقتنا خط أحمر فهي أحد شرفنا وحد عرضنا وحد كرامتنا ونحن أبناء هذه المنطقة نروي طراب هذه المنطقة بشمعنا نعم أشكرك جزيل الشكر العقيد قهرمان مراد القيادة العامة لقوة الأمن الداخلية لمقاطعة الجزيرة المترجم للقناة